اشتركوا في القناة استجابة لتحذيرات عدد من المصنعين والتجار لتفادي الندرة والضراب التوزيع خصوصا مع اقتراب شهر رمضان منح رخص مؤقتة لاستيراد المواد الغذائية المذكورة جاء نتيجة لمطلب تقدمت به الجمعية الوطنية للتجار والحركيين وأيضا جاء لضمان وفرة هذه المنتوجات في السوق الوطنية حيث تريد التطلب وأيضا جاءت أيضا لمنع ممكن ارتفاع أسعارها بشكل لا يخضره أو يفوق القدرة الشرعية المواطنية الوزير الأول أحمد أويحيا لم ينفي وجود اختلالات في المرسوم المتعلق بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد ووعد قبل يومين بالعمل على تداركها في الخرجة الأولى التيع المرسوم كانت فيه بعض الغلاطات فيش حاجة نغطيه الشمس بالغربال احنا اخذينا قرار باش نقلص أو نحبس استيراد بعض المنتوجات النهائية دي برو دويفيني لقينا في القائمة مع الأسف هذه كالريقلاج تعمشينا كي تبدأ دايما في هذه التعديلات لقينا حتى ديزان ترونكي منسمهم أشياء التي تساهم في إنتاج منتوج مع هذا رايحي التهر وكذلك تدخل أشياء إضافية إعلان منع استيراد نحو 850 منتجا قبل ستة أشهر وإن كان بهدف التحكم أكثر في فاتورة الواردات التي انخفضت إلى نحو 45 مليار دولار سنة 2017 إلا أن الكثير يدعو إلى ضرورة عقلنة رسم قائمة الاستيراد النهائية لضبط السوق من التابعات السلبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر